أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى رجعنا لبيتكم البيت الكبير دايماً متواجدين مع حضراتكم من خلال البيت الكبير كل يوم من الحد للأربع من الساعة عشرة للساعة إتناشر فيما عادة يوم الاتنين بنبدأ الساعة 11 لغاية الساعة واحدة خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي وعندي أخبار هامة جداً النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيستقبل سفير كوريا الجنوبية في القاهرة استقبل كابتن محمود الخطيب بعصر اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة السيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية في القاهرة ورحب كابتن الخطيب بسفير كوريا معرباً عن تقديره لزيارته للنادي أعرب سفير كوريا الجنوبية عن اعتزازه باللقاء كابتن محمود الخطيب وتواجده في النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي والمتوج ببرنزية كأس العالم للأندية وقال أنه يعرف الكثير عن تاريخ الكابتن محمود الخطيب أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية ويتابع بإعجاب شديد النجاحات التي يحققها الأهلي على كافة المستويات القرية والعالمية حقيقة السفير الكوريا الجنوبية أيضاً أقام بجولة تفقدية في النادي راح ملعب التيتش زي ما حضراتكم شايفين راح حمام السباحة راح دولاب البطولات كالعادة طبعاً دولاب عندنا بسم الله ما شاء الله دوليب خلصت ولكن هنجيب دوليب تاني هنجيب دوليب تاني عشان نكمل بقية البطولات وأيضاً زار السفير الكوري الجنوبي صالة الأميرة عبدالله الفيصل والنصب التسكاري للشهداء وملعب مختارة تيتش أمام حضراتكم هذا الملعب الرائع الحقيقة اللي حرصت إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة على تغيير الشكل زي ما حضراتكم شايفين ووضع صور الشهداء ودهان المدرج باللون الأحمر حاجة جميلة جداً خش يا جماعة مختارة تيتش ده أو الملعب الكبير ده تحس أن أنت عبق التاريخ وعبق النادي الأهلي متواجد مهما كانت التجديدات ومهما كانت الأمور لدائماً ما يكون مجلس إدارة النادي الأهلي حريص على أنه هو يجدد وبشكل دائم الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين على الجانب الآخر المدرج تم هدمه المدرج القديم تم هدمه بسبب طبعاً أو بيتم هدمه خلال هذه الفترة ولكن يظل دائماً عبق التاريخ في هذا الملعب وهذا الملعب الكبير والرائع الحقيقة وزي ما حضراتكم شايفين الصورة اللي أمام حضراتكم دي هي قيمة النادي الأهلي ونادي الوطنية النادي اللي دايماً بيكون واقف في كل شيء السفير الكوري الجنوبي بيبقى دايماً أو بيكون هم متواجد أمام حضراتكم وبيزور النادي الأهلي وبيتفقد ملعب مختارة تويتش زي ما قلت لحضراتكم حمامات السباحة المتواجدة في النادي كل النصب التسكاري للشهداء كل حاجة الحقيقة زارها السفير الكوري الجنوبي ترجمة نانسي قنقر